ألم بكم مشاهدين من جديد أطلقت إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام حملة أسرة سندي بالتزامن مع اليوم العالمي للأسرة كأحد البرامج اللازمة لتعريف الأفراد بحقوقهم وتوعية الأسر بكيفية التعامل السليم مع مختلف المشاكل التي قد تواجه الأسرة أو أحد الأفراد وبطرق إرشادية سليمة تأتي الحملة في إطار جهود مديرية الأمن العام المتواصلة لتوفير الرعاية للأسرة وحماية أفرادها من خلال نشر الثقافة الأمنية المجتمعية الهادفة لتحصين الأفراد وستشتمل الحملة على سلسلة زيارات توعوية للمدارس والجامعات يتخللها محاضرات وعروض مصرحية إضافة لعدد من المواد الإعلامية المقروة والمسموعة والمرئية التي تحمل في طياتها رسائل تثقفية حديث حول هذه الحملة سيكون معنا مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد سائد القطار أهلا بك معنا باشا صباح الخير لك قبل الخوض في تفاصيل هذه الحملة أود أن أعرف هل هناك ارتفاع انخفاض أم الرقم والمعدلات في مسواها الطبيعي فيما يتعلق بالقضايا والإشكاليات ذات الصلة بالأسرة اليوم بداية أسعد الله صباحك وكافة الأخوة المشاهدين ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك لسلطاته الدستورية ونحتفل أيضا بالاستقلال بالأيام القادمة لابد بداية من أن نشير إلى أن الدولة الأردنية قد عملت على إنشاء منظومة حماية تعنى بالأسرة وهذه منظومة الحماية الحقيقة تعتبر نموذج يحتذى سواء على مستوى المنطقة أو مستوى العالم وهذه المنظومة تأتي من خلال المجلس الوطني للأسرة وهذا نظرا لأهمية الأسرة والرؤية الملكية فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بالأسرة وباعتبارها اللبن الأساسية في المجتبع ويأتي تشكيل المجلس الوطني للأسرة الذي ترأسه جلالة الملكة رانيا المعظمة ويضم كافة المعنيين فيما يتعلق بشؤون الأسرة وكل من له علاقة بالأسرة سواء فيما يتعلق في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأيضا العنف لذلك نجد أنه انبثق عن هذا المجلس الفريق الوطني المعني بالتصدي للعنف الأسري وهذا الفريق الحقيقي يضم المستوى الثاني التنفيذي في هذه المؤسسات ويضم جميع الشركاء المعنيين في دراسة العنف الأسري ودراسة مستجداته وأي معوقات قد تعترض سبيل التصدي إليه والحقيقة مدرية الأمن العام هي تعتبر الذراع الأهم في هذا الفريق وفي هذا المجلس باعتبارها هي سلطة إنفاذ القانون وهي الجهة المعنية بالتصدي للعنف من حيث ضبطها كجريمة واتخاذ الإجراءات القضائية وأيضا بالتزامن مع ذلك يأتي الجانب أو المحور الوقائي أو المحور التوعوي المحور الرشادي قد لا يقل أهمية في كثير من الأحيان عن الجهة التنفيذية في هذا السياق نسبنا كيف؟ الحقيقة نسبنا ضمن المستوى الطبيعي المجتمع الأردن هو ليس مجتمعي في الحقيقة لكن نطمح دائما إلى أن نكون ضمن مستويات متدنية الحقيقة موضوع العنف هو موضوع أبرز المشاكل يعني قد يكون الحديث عن هذا الموضوع عميق جدا ومطول لكن قد يتبادل للذهن أبرز المشاكل اليوم التي هي أكثر شيوعا إن صح التعبير وأكثر انتشارا في الأسر التي يتم تسيط الضوء عليها من قبلكم الحقيقة العنف الأسري هو سلوك وهذا السلوك الحقيقة هو العنف سواء كان داخل الأسرة أو في الشارع أو في الجامعة هو سلوك وهذا السلوك الحقيقة يأتي نتيجة عدم تعزيز سلوك آخر مقابل وهو سلوك لغة الحوار وأيضا سلوك كيفية التعامل مع الضغوط النفسية حسا اللجوء للعنف هو عادة يأتي إما نتيجة الضغوط نفسية اقتصادية اجتماعية لا يستطيع الإنسان التعامل معها والتعبير عنها فيلجأ للعنف وكذلك الحال في اللحظة التي يغيب فيها الحوار بين أفراد الأسرة وبالمناسبة العنف الأسري هو لا يقتصر فقط على العنف الواقع من الزوج على الزوجة بل يمتد إلى كل عنف يقع من أي فرد من أفراد الأسرة على فرد آخر فيها الأسرة قد يكون بين الأخوة صحيح ولذلك موضوع العنف هو موضوع مرتبط جدا بموضوع الثقافة وموضوع تعزيز السلوك لذلك نحن دائما نرى بأن التصدي للعنف هو واجب الجميع مؤسسات دولة على اختلاف أشكالها ومهامها ومجتمع مدني أيضا بحيث نؤسس لأجيال قادمة تستطيع أن يكون العنف ليس خيارها وعملية التأسيس للأجيال القادمة باشا بحاجة إلى حملة إعلامية ثقافية إرشادية كبيرة جدا وهذا كما أسلفت حضرتك قد لا يقع على عاتق جهة معينة وإنما هي عملية تكاملية وتشاركية من هذا الباب جاءت حملة أسرتي سندي واختيار هذا الاسم الجميل حقيقة لهذه الحملة تفاصيل هذه الحملة وأبرز الشراكات بما أنه اليوم نحكي أنه هذه لا تقع على جانب حماية الأسرة فقط وإنما على كافة مواصصات الدولة الشراكات التي قمتم بها للوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه الحملة نتعرف عليها الحقيقة هذه الحملة والتي انطلقت بالتزاون مع اليوم العالمي للأسرة تأتي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحقيقة هذه الحملة تهدف للتوعية الحملة أصلا مكونة من شقين الشق الأول هو التوعية بالعنف أنواعه وأشكاله وبالمناسبة المشرع الأردني لم يعرف العنف تركه بشيء من المرونة بحيث يستطيع القاضي أن لا ينحصر ضمن صور محددة للعنف والتعريف بأشكال العنف سواء كان هذا العنف جسدي أو كان عنف لفظي أو معنوي أو حتى عنف اقتصادي والآثار السلبية المترتبة على هذا العنف والحقيقة المجال لا يتسع للحديث عن الآثار السلبية للعنف وخاصة الآثار التي تنعكس على الأطفال في الأسرة عندما يشاهدوا هذه الصورة نحن كبالغين عندما نتعرض لعنف الحقيقة تستطيع أن تنسحب من المكان أو تتخذ موقفا لكن بالنسبة للطفل سيختزل هذه الصورة وستنعكس عليه في أداءه في دراسته في انعزاليته وبالتالي نحن نتحدث دائما أن العنف ليس هو الحل هذا واحد اثنين كل من لجأ للعنف إما أن سيحصد أثاره السلبية على الفور وإما سيجدها مستقبلا من خلال سلوك أطفاله وسلوك أسرته الشق الثاني المتعلق بالبيئة الإلكترونية والفضائل الإلكتروني وإساءة استخدامه وهذا أيضا شق هام خاصة فيما يتعلق في الأطفال نحن في إدارة حماية الأسرة والأحداث معنيين بالتعامل مع الاعتداءات الجنسية بشكل عام ولدينا قسم مختص خاص بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وما بدنا نشاهد الحقيقة حاليا من إتاحة الفرصة للأطفال بهواتف الذكية دون أي ضوابط ودون أي قيود من قبل الأهل هذا جعل هؤلاء الأطفال عرضة للاعتداء وعرضة للاستغلال الجنسي وعرضة لكافة أشكال العنف من خلال هذا الفضاء الإلكتروني باشا هذه الاعتداءات داخلية أو خارجية؟ الحقيقة هي متنوعة يعني نحن لما نتحدث عن الفضاء الإلكتروني أنت لا يوجد أكثرها اليوم اللي بتصير مع شبابنا مع أطفال الحقيقة هناك نحن نسميه البلاك إنترنت أو نتحدث عن الإنترنت العميق وهذا شبكات على مستوى العالم وهذه الشبكات تتصيد ضحاياها حتى من خلال الألعاب للعلم حتى الألعاب عندما يكون ابنك يمارس لعبة معينة على الإنترنت هو أيضا يقابل لعب آخر وأنت لا تجهل هذا الطرف الآخر وهناك أيضا غرف شاتنغ ضمن داخل الألعاب لذلك تم استدراج هؤلاء الأطفال إلى هذه الغرف الشاتنغ ومن ثم فتح الكاميرا ومن ثم التعرض للاستغلال الجنسي للأطفال هذه الحملة ستعمل على توعية هاتين النقطتين تحديدا ولا ربما نقاط كثيرة أيضا باشا اليوم الشراكات يجب أن تكون بشكل كبير جدا بمعنى شبابنا في الجامعات بناتنا في الجامعات وطلاب المدارس إضافة لأيضا البلغين ما مدى الصعوبة اليوم في عملية التوعية والإرشاد لمن هم يعني يعتبرون أنفسهم قد ختموا العلم في جوانب كثيرة ومنها الحياة الزوجية يعني مش من السهل تيجي تتكلم أو توصل رسالة أو تنصح زلما له عشر سنين متزوج خمس سنين متزوج في موضوع العنف الأسري والإرشاد الأسري وما إلى ذلك قد يرى نفسه بأنه هو يعني له بعض طويل فيها زواج ويحسن الإدارة وخلينا نحكي بكل شفافية حول هذا الموضوع صحيح عموما إحنا في إدارة حماية الأسرة والأحداث الجانب الوقائي والتوعوي الحقيقة هو محور أساسي في استراتيجية عمل الإدارة وهو أيضا محور استراتيجي في مدرية في استراتيجية مدرية الأمن العام وبالتالي هذا المحور أيضا هو لا يقتصر فقط على هذه الأيام المعدودة من الحملة وإنما هو عمل متواصل ومستمر لدينا فريق توعم متنقل تابع لهذه الإدارة ويواصل الليل والنهار حقيقة بجد لنشر الوعي وإيصال رسالتنا للجميع وعلى مختلف مستوياتهم الثقافية سواء مدارس جامعات مجتمع محلي مجالس محلية على كل الفئات وأيضا بالتزامن مع ذلك أيضا جميع أقسامنا الميدانية نحن بالمناسبة إدارة حماية الأسرة والأحداث في العام 1997 بدأت بقسم وحيد في العاصمة الآن نحن 17 قسم منتشرين في كافة أنحاء المملكة وتؤدي رسالتها ضمن منهجية واضحة تؤمن السرية والخصوصية تعمل على ليس فقط الخيار القضائي هو أحد خياراتنا لكن هناك خيارات أخرى متاحة قد يكون الخيار الأخير هناك خيارات أخرى متاحة داخل ضمن منهجيات العمل مثل التسوية وأيضا دائما عندما نتعامل مع كل قضايا العنف الأسري نضع الحفاظ على كينونة الأسرة واستقرارها وتماسكها نصب عيوننا واحد اثنين نضع مصلحة الأطفال أيضا لأن الأطفال عادة هم من يكونوا ضحايا التفكك الأسري نحن نركز على الجامعات ونركز على المدارس وهذه الحملة الحقيقة تجتمل على مجموعة من الأدوات تجتمل أول شيء على مواد مرئية ومسموعة هذه ستعرض على شاشات التلفاز وأيضا يشمل بعض الاسكيتشات وبعض أيضا النشرات التي تتسنشر أيضا في الشاشات في المولات والمراكز التجارية يضاف إلى ذلك أيضا الفريق التوعوي والمتنقل بعمل فعاليات توعوية ستشمل المحافظات أبرز هذه الفعاليات يعني باشا في كثير مثلا طرق كان يعني مثلا إدارة مكافحة المخدرات وغيرها من الجهات التي تعمل على توعية المجتمع حول قضية معينة وإدارة السير وغيرها من الجهات ممكن يكون في واحدة من هذه الأمور العمل على ضرب مثال في أسرة مجهولة مثلا حتى نحافظ على خصوصيتها وسريتها وتكون هي ربما رادع في كثير من الأحيان إلى المتلقي أو الذي يسمح هذه الرسالة من قبلكم هل سيتم اتباع مثل هذه الاستراتيجية؟ وكما أشرت الفرق المتنقلة إذن هي ليست في مكان واحد وليس فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى وسللهم وإنما أيضا عن طريق التوعية المباشرة في عدد من المحافظات عدد المحافظات اليوم لست تجتمل عليها هذه الحملة صحيح الحقيقة الحملة ستغطي كافة المحافظات وفيما يتعلق بالشكل الاستشهاد في حوادث سابقة عملية التوعية تستخدم فيها كل الأساليب المتاحة نحن لدينا المسرح الشرطي أيضا وهذا المسرح الشرطي من خلال الإدارات العلاقات العامة يرافق الفريق التوعي المتنقل لأداء عروض مسرحية قصيرة وتعطي أيضا نماذج من هذا العنف وكيفية أشكاله وكيفية التصدي إله وآثاره وأيضا بالإضافة لمجموعة من الإدارة أنجزت أيضا مجموعة من الأفلام القصيرة أيضا تتحدث أيضا عن العنف وعن حالات التي عادة ما نلمسها نحن في إدارة حماية الأسرة والأحداث نحن على تماس مباشر يوميا مع قضايا العنف ونلمس حقيقة الآثار المؤلمة التي نجدها سواء على الأطفال أو على والنتائج المتغطل حتى بين المعنف والمعنف يعني الكل يعاني من آثار هذا ويسبب إلى دمار أسرة وبنهاية دوار المجتمع لذلك إحنا دائما نقول بالنسبة للمعنف المعنف يجب أن تعلم أن العنف هو ليس الحل هذا واحد اثنين إذا لم تلمس آثار العنف الآن ستلمسه مستقبلا بشكل أو بآخر بالنسبة للمعنف نقول له لا تسكت لأن السكوت هو ليس الحل أيضا السكوت سيؤدي إلى مزيد من العنف وتفاقم المشكلة وندعو دائما إلى تعزيز ثقافة الحوار وتعزيز ثقافة التعامل مع الضغوط شكرا جزيلا لك باشا على كل هذا الحديث ونتمنى لكم التوفيق في هذه الحملة مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد سائد القطاون شكرا جزيلا لك باشا حياكم الله